اشتركوا في القناة وخشي ان يكون الطفل ضحية لممارسات ومعاملات سيئة نصح العميد الشيخ بان يعيد الصبية الى المدرسة صار الشيخ ذو اللحية البيضاء موضع شكنا الان لما جلس امام العميد بدأ اعترافاته ملفات بوليسية قصص من ملفات الشرطة المغربية كتبها الاستاذ عبدالطيف بحموش صاغها للاذاعة ويقدمها عبدالصادق بن عيسى ملفات بوليسية القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير اسماء الاشخاص واحيانا للاماكن واذا ما وقع تشابه او تطابق في الاسماء او الوقائع فانه من باب الصدفة ليس الا ملفات بوليسية نزيل شاطئ الصخور لما بلغ العميد عيسى بن ناصير الخمسين وكان قد امضى زهرة شبابه في خدمة الامن الوطني تم تعينه في العام اربع والفين على رأس مصلحة الشرطة القضائية بيسلة كان ذلك تتويجا لمسار مهني حافل ذات مرة بينما كان في احدى المهمات اصيب بنوبة قلبية نقل على عجل الى المستشفى حيث حصل على الاسعافات الضرورية على مدى ثلاثة ايام ظل في شبه غيبوبة لم يستعد وعيه كاملا سوى في اليوم الرابع وقد استنتج الاطباء ان ما اصابه كان من جراء الارهاق الذي يعاني منه والاجهاد الذي لا يطيقه من هو في مثل سنه نصحه الاطباء بضرورة التخفيف من وطيرة عمله وبان يخصص اسبوعيا يومين كاملين للراحة ومزاولة بعض الانشطة الرياضية كان له ان يختار بين المشي وممارسة الصيد ولما كان الصيد هواية قديمة له فقد اختارها ولم يكن قد تخلى عنها الا تحت ضغط العمل بعد ان غادر المستشفى ومالت حالته الصحية الى التحسن اشترى العميد عيسى ادوات الصيد ترقب حلول يوم السبت واستحب معه ابنه الاصغر هشام الى شاطئ سيد موسى الدكالي بسلا اخذ ما يكفيهما من طعام وماء في ذلك الصباح حيث لا صوت سوى هدير الموج وصيحات النوارس انتابه احساس غريب هاهو يعيد صلته بالبحر وبالصنارة انهمك في الصيد لم يحس بمرور الوقت الا حين ارتفع صوت المؤذن من الجامع الاعظم مناديا الى صلاة الذهر وقتها فقط تفقد ولده هشام لم يره بالقرب منه صار يناديه باعلى صوته لا من مجيب جال ببصره في كل ما يحيط به لا اثر للصبي صعد الى اعلى صخرة تراء له على بعد نحو مئة متر عند اسفل صخرة كان معه طفل اخر كان يلعبان الان فقط اطمئن نزل من الصخرة ومضى نحوه اراد ان يوبخ ولده لانه ابتعد عنه دون ان يخبره رد الفتى بان انتظاره طال دون ان يحصل ولو على سمكة واحدة لاحظ العميد ان الطفلين كان يلهوان حول حفرة بها اسماك صغيرة وقد تمكن من الامساك بعدد منها وبينما كان العميد يحاول اجبار ابنه على البقاء بجانبه ظهر من وراء صخرة مجاورة شيخ كث اللحية رث الثياب ابلغ العميد بان الطفل الاخر هو ابنه وان لا خوف عليهم فالمكان امن وبعيد عن حافة البحر تناول العميد وولده وجبة الغذاء وتقاسماها مع الطفل وقد علم ان اسمه مروان في ذلك اليوم كان العميد محظوظا لما اذنت الشمس بالمغيب عاد الى منزله وقد ملأ سلته بمصطاده من سمك كان ولده هشام قد علم ان والده سيعود الى الشاطئ في الغد ولذلك ضرب موعدا هناك لصديقه الجديد في الصباح استيقظ هشام باكرا اعد معدات الصيد واضف اليها كيسا وضع فيه بعض الملابس والاحذية لما سأله والده عن ذلك اخبره ان الطفل مروان الذي يعيش مع ذلك الشيخ في شاطئ سيدي موسى الدكالي يتيم الابوين وان الشيخ انما تكفل برعايته لم يأتي هشام بمعلومات اخرى وقد صر العميد عيسى لما قام به ولده ثم انطلق الى الشاطئ لما حان وقت الغذاء دعا العميد عيسى الشيخ والطفل مروان وتقاسم معهما الطعام الذي احضره من المنزل لاحظ ان الطفل يأكل بطريقة تشي بانه لم يأكل منذ فترة بينما لم يأكل الشيخ الا القليل وظل صامتا طوال الوقت كان الطفل يتمتع بحيوية ونشاط وكان يبين عن فطنة سأله العميد عن علاقته بالشيخ قال انه لما توفي والداه تباعا وكان ذلك منذ ما يقرب من سنة لان اقرباءه من جهة ابيه اهملوه وانه لما صار يتسكع في الشوارع التقى بالشيخ الذي اواه في المغارة التي يعيش فيها في الشاطئ الصخري بدل العميد ان وراء الامر سرا وخشي ان يكون الطفل ضحية لممارسات ومعاملات سيئة تظاهر بالاعجاب ولذلك طلب ان يسمح له بمعاينة المغارة التي يعيش فيها الشيخ والطفل قال انه يريد ان يعرف المكان فربما قدم لهما مساعدة يوما ما لما وصل عاين من باب المغارة البؤس الذي يعيشان فيه كان يفترشان قطع ورق مقوى كانت في المغارة ايضا بعض الاغطية البالية ولا شيء غير ذلك اثار ذلك الحال الفضول والكثير من التساؤلات في نفس العميد علم ان الشيخ تبنى الصبية منذ بضعة اشهر ويحاول قدر المستطاع ان يخفف من وقع ليتم على نفسه قال له الشيخ انه يقوم من حين لاخر باعمال تدر عليه بعض المال وتتيح له تأمين حياة بسيطة نصح العميد الشيخ بان يعيد الصبية الى المدرسة ولكن الشيخ رد ان ليس في وسعه ذلك لانه ولا الطفل يتوفران على الحالة المدنية قال انه لا يرى فائدة في التوفر على كناش الحالة المدنية قال له العميد انها الوثيقة الاولى لاثبات الهوية صمت الشيخ قليلا ثم قال ما الذي افعله بوثيقة الهوية انني في غنى عنها اذاك سأله العميد اذاك سأله العميد عن من يكون قال الشيخ ذو اللحية البيضاء ينادونني باسلام باسلام لا اقل ولا اكثر هل لديك بطاقة تعريف سأل العميد لا لماذا لانني ميت كيف تدعي انك ميت وانا اراك امامي حيا ترزق صمت الشيخ قليلا ثم قال ما تراه يا سيدي ليس سوى الجسد اما الروح فقد عرجت الى السماء بدى للعميد عيسى بن نصير ان حكاية الشيخ ربما تخفي لغزا يتعين فكه زادت مخاوفه على حياة الطفل مروان لقد نشأت بينه وابنه هشام علاقة صداقة قال للشيخ ساخذ الطفل الى دار لرعاية الايتام ما دمت لست من اقاربه قال الشيخ اذا اخذته مني فسوف تقضي على ما بقي لدي من امل في الحياة انني لا اعيش الان الا من اجله يمكنك ان تبقى على اتصال به في دار الرعاية لا 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 استطيع ذلك وهذا الطفل لن يغادر هذا المكان انا ابوه وانا جده وانا اهله هذا مستحيل وبالمناسبة اخبرك بانني عميد للشرطة ولن اتأخر في اللجوء الى استعمال القوة ان انت حاولت الاعتراض اذا كان الامر كما تقول فخذني الى السجن حتى استريح مما اعانيه لماذا تريد ان تذهب الى السجن وانت لم تقتره جريمة بلى لقد قتلت اثنين ولجأت الى هذا المكان حيث اختبئ قتلت اثنين بدى العميد وقد فاجأه ما باح به الشيخ متى وكيف واين صمت الشيخ قليلا ثم قال قتلت زوجتي وعاشيقها اين في دوار المنصورية باحد اولى جلول قرب على التازي صار الشيخ ذو اللحية البيضاء موضع شك الان اخرج العميد هاتفه المحمول واتصل بالمفوضية وطلب حضور سيارة شرطة كان الشيخ ينصت دون اي انفعال بدى وقد استراح من عبء سر لم تعد تسعه اعماقه في الطريق الى المفوضية كان الطفل يبكي يريد ان يبقى مع الشيخ وما كاد يهدأ روع الطفل حتى فاجأ الشيخ العميد مرة اخرى سيد العميد ارجوك قبل ان تسوقني الى السجن ان تأخذني عند الحلاق حتى اتخلص من هذه اللحية وارجوك ان تتصدق علي بملابس نظيفة لانني اريد ان اتخلص من هذا الشخص الذي اتقمصه واعود الى حالة السابقة من اجل هذا الصبي ونظر الى هشام لما وصل الركب الى المفوضية امر العميد بان تلبى طلبات الشيخ بعد ساعتين كان رجلا اخر كان يبدو اصغر سنا لما جلس امام العميد بدأ اعترافاته قال ان اسمه عبد السلام بن منصور وانه ينحدر من اسرة محترمة هي اسرة المقدم بوسلهام بن جلول بن منصور قال انه ورث عن والده ضيعة من سبعين هكتارا كان يستغلها مع اخيه كان من كبار منتج الشمندر وقصب السكر بل انه صار امينا عاما لنقابة منتج قصب السكر كان العميد عيسى ينصت اليه دون ان يقاطعه قال انه تعرف على زوجته في معمل السكر حيث كانت تعمل وانجب منها طفلا توفي نتيجة تناوله دواء مخصصا للكبار منذ ذلك الحين اضاف تدهورت علاقتنا ثم لاحقا اكتشفت ان لها خليلا كان شابا التحق حديثا بمعمل السكر صارت سيرة على كل الالسن وكان ذلك يذكي في نفسي رغبة في الانتقام وذات مرة اوهمتها بانني مسافر الى الجديدة بقيت اراقب من بعيد جاء عشيقها واخذها تبعتهما ذهب الى الضيعة هناك قال عبد السلام دخل منزلا تقليديا كنت قد بنيته ولما ايقنت انهما في الداخل اتيت ببرميل من البنزين وسكبت ما به حول المنزل المشيد من الطوب والتبن ثم اضرمت النار كان يصرخان حاولا الخروج ولكن الباب والنوافذ كانت مقفلة باحكام بعد ذلك هربت الى ان استقر بي المقام في شاطئ سيدي موسى بموازاة مع الاستماع لاقوال عبد السلام او باسلام كانت التحريات تتواصل اثبتت انه فعلا من تلك العائلة الميسورة كما اكدت التحريات ان زوجته وعشيقها نجيا من الحريق اذ اغاثهما المزارعون بينما كان هو يحسب انه قتلهما حرر العميد عيسى المحضر وتم تقديم عبد السلام بالمنصور الى النيابة العامة التي لم تجد ما يتيح توجيه التهمة الى الرجل فاخلي سبيله وقد اشار عليه العميد بان يتقدم بطلب رسمي لكفالة هشام ميلا فاتون بوليسيا